اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد هالفيديو راح احاول نخلي اقصر ما يكون وبيكون عن الفضة بعد اليوم بعد ما تخلص او وبعد ما تفهم هالفيديو وتعرف هالفيديو ما راح تسأل عن الفضة اطلاقا ما راح تستفيد اصلا من الفضة اه اللي بتقدر تتسويها واللي بتقدر انك تمتقيها يوميا هالعمال شغالين ما شغالين عندي خمسمية من القمقمة الذهبية نوقل هن نسوي القمقمة البيضاء اه طبعا نتوقع خمس اه خمس خطوات عشان نسوي هذا الهالطريقة وراح تقيب اه كمية لا نهائية من الفضة الحين بتشوفه بالضبط كم اللي اقدر اقيبه فوق يمكن بيكون يوم و خمسة وسبعين ممكن او اكثر اه الحركة الاولى اول شي نرجع انك تخلص القصة اه تخلص القصة مع من سماها اه رحمة اه او تخلص القصة كامل لحد ما اه نهاية استوري اللي هي بتعطيك الفين وتهاجم فان كينكل بعد ما تخلص ما هاجم فان كينكل اه بيفتح لك اه التقارة مع رحمة وهي وهي اذا بتكون يعني لخطوة رقم واحد الخطوة رقم اثنين تروح للترقيات اترقي هاي ذي عمليات المهربين وتشوف انك تفتح اه اول شي القمقمة الذهبية انتاج شرب القمقمة الذهبية وتواصل مرة ثانية لحد ما تفتح اه انتاج شرب اللوتس الاسود او افيون لوتس الاسود لهي لغXT اه تلفلها طبعا عن طريق الدولارات الذهبية الدولار الذهبية تجيبها عن طريق الامبراطورية وتقارى الامبراطورية هذي. اه بعد ما تخلص ملفل وتشل المنتقات طبعا تقي من هنا وتنتق اول شي عن طريق قصب السكر او نبتة العرع لا توقع يسمها تنتق القمقمة البيضاء وبعدين القمقمة البيضاء كل مشروبين قمقمة بيضاء يعطيك اه مشروب واحد من القمقمة الذهبية بعد ما تخلص انتقت هذي اه تروح اه تبيع هنا تنتق القمقمة الذهبية ونفس الشي في اه تلوك بنجارة اه راح تنتق مشروب ايش اسمها هذك المشروب الثاني او الافيون الثاني افيون لوتس الاسود بعد ما تخلص انتقتهم وتشلهم معاك طبعا لا تنسل حين انا ما شلنهم معاي ونشل اه عن طريق قدارة الشحنة نشل معانا المشروب الذهبية القمقمة الذهبية لانه هنا عند اه من اسم هذا نقل الى الشحنة اه ما قد رشلها اه الكمية كاملة فنشوف هنا اه نصف الكمية وبعدين بكمل اه النصف الثاني الحمولة زائدة لحد هنا الحمولة كاملة سوي قبول نقلت الكمية اللي عندي اه من مشروب القمقمة الذهبية اه الى الشحنة ومن ثم اروح عند اه شيرلوك واقول له ان انا اريد اتاقر معاك او ان اريد ابيع معاك ابيع ابيع حاجة من اللي عندي واختار القمقمة الذهبية وراح ياخذ كل واحدة من القمقمة الذهبية اه بالمبلغ اللي اه شوف الحين عندي بيع وشراء اه من ثم تروح للبيع وتختار المشروب هذا مشروب لكم قمق الذهبية وتشوف راح يشتريد فعل كمية وخمسة عشر الف سوي موافق طبعا عند كمية اكبر اخذر ابيع لياها فسوي خروق اروح قبل كمية تكملت الكمية يعني اه بنفس الحركة تروح تبيع شراب اللوتس عند اه رحمة وتشتري اه تشتري بنفس بنفس القيمة اه شراب افيون لوتس اه قل اه القمقم البيضاء اللي بحوله الحين الى القمقم الذهبية وامتي晚 هثا ونقبيع ويقص رątس الاثاني الاثاني للاثاني aled لنقلني اiosity بعدها العمليتين صار عندنا 234 يعني اوضفنا تقريبا 130 الف نروح لتلوك بنجارة وننقل هناك التكملة من مشروب اللوتوس الاسود عندي كمية اكبر واتوقع بعدنا يعني نشال 800 معرف اذا كان عندي هنا بنروح مع رحمة ونكمل عملية البيع بس اول شي نسوي تفاعل هنا ونشوف اذا عندي كمية من اللوتس الاسود اللي ارده صناعتها لا عندي اللوتس الازرق طريقة نكتر واحد وتسوي تزويد وتسوي لازم اشيل الاول بعدنا نروح هنا وتسوي صناعة اللوتس الاسود عن طريق اللوتس الازرق وبنثم اتبيع بنفس الطريقة اللي شفناها قبل شوي فالحين نروح مع رحمة ونبيع لها اللوتس الاسود وراح تاخذها بمبلغ نفس الشي نفس المبلغ تسمع على تصبخ أنا أسمع أنك تستخدم عملتك أنت مجددا حسنا 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 نرقع لرحمة بعد شوي نشيل اللوتس الأسود نقل إلى الشحنة مرة ثانية نقسم الكمية كده مرة حسنا نобщى ل friendships أجد الريطان للحيئين أيها الم respond Ordin إنها قادمة البرمج تمكلك يعني ينتقل فضة لما ما أكون قالس ألعب أو ينتقل ينتقل هذا العمليات التكرار يعني والتكرير لما أكون أنا أفلاين فلو تقي هنا تشوف من هنا تأخذ الكميات من خلال صفقات الامداد تقدر تسوي موافق طبعا معظم الصفقات تكون في نفس المكان هنا عمليتين شراء وهنا أربع عمليات تدمير الدمر واحدة بس يعني ما أنك تدمر أربع سفن ويكون عندك هذا الكمية من السكر ومن اللوتس الأزرق هذا كل شيء وصلنا لنهاية الفيديو فيديو قصير أتمنى أنه أعقبكم أتمنى أنكم استفدتوا وفي النهاية أتمنى أنكم الدعموا القناة بالسبسكرايب واللايك ونشوفكم فيديو آخر والسلام